كيب كالم انت كاريون كيب كالم انت كاريون كيب كالم انت كاريون اهدف منطلقول وليمش نطلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو التوازن النفسي مش بضرورة تكون طفولتنا سعيدة باش نكبروه بصفة طبيعية ونوليو الرجال ونسامة وزنيين نسبيا كيف ما يقول بانسيوه وينيكات يكفي انها تكون جيدة بما فيه الكفاية بمعنى اللي للطفل احتياجات اساسية في مجالات مختلفة هاتنا تعرفوا مع بعضنا على الاحتياجات هذية نجم تكون الاحتياج بالامان احتياج انه تكون عنده علاقات شخصية احتياج الاستقلال احتياج الاحترام الذات احتياج زادة لحدود واضحة يضحى الشخص اللي يرعاه الطفل اللي رأى الاحتياجات هذه مشبعة بما لا شك فيه يزدهر نفسانيا بمعنى يكون نفسيته ايجابية ومتوازنة وعلى العكس الطفل اللي ميتم مش اشباه حاجاته الاساسية هذي بطريقة نسبية جيدة ينجم يأدي به الامر انه يعيش عاجز كبير في هذه المجالات المختلفة ومن بعد تكون عنده مشاكل كبيرة ويأدي الى تكوين صورة غير سوية عن نفسه وعالاخرين وحتى على العالم والمحيطين به وبهاك نخليكم مع موجة الحياة فهم الموجة الايجابية للصحة النفسية اشتركوا في القناة